اهلا بكم ومرحب موضوع الضغط والفيديو اللي نزلناه علشان قصة الضغط في الحقيقة طبعا انا قلت مفيش داعي خالص لما تروح المستشفى محدش يديك حبية تحت اللسان وناس كتير سألت طب الحل ايه ومش الحل ايه وكلام هو طبعا انا عارف انه الدور مش عليكم تدور على الاطباء او الطبيب اللي ما يكون فيه الطوارئ هو الموضوع دا تلغى على مستوى العالم تقريبا الاف دي ايه والجامعات الامريكية وكل الجامعيات حتى في الخليج بيعتبروها جريمة انك انت لو عطيت مريض عنده ضغط عالي ودته الحباية اللي هي بتاعت الضغط اللي انت عشان تنزله بسرعة والمريض جرامي مشكلة بتكون فيه قضية بالنسبة لك فكطبيب طيب المريض هيستفيد ايه انت خدت قضية ومخدش قضية المريض هيستفيد ايه طبعا انا هقول لكم على وجهة نظري انا الشخصية وقناعتي الشخصية في الموضوع دا الناس لي عليها دور مهم جدا المشكلة المريض بيروح ليه المستشفى متوتر جدا الضغط عالي جدا واعمل ايه يا دكتور واتصرف ازاي والضغط عالي والحاجات دي كلها اه التوتر ده مش مطلوب خالص ده لدرجة انه بيوصل المريض يقول له ايه يا دكتور لو سمحت اه الضغط كام يقول له 180 على 120 طب الحل ايه يا دكتور طب هنعمل ايه وبعدين يخرج يبلغ الجماعة برا اللي عاديين ده الضغط عالي طب حاول ندي حاجة وبعدين كل شوية الضغط وصل كام لا الحمد لله 150 لا الحمد لله 120 تروح لدكتور تاني يقول لك ده ثواني في خمس دقائق كم يخلي ضغطه 100 ده دكتور ممتاز يا دي المصيبة يا جماعة في حاجة في المخ وفي القلب وفي الجسم حاجة اسمها ربنا خلقها اسمها يعني التنظيم الذاتي للجسم لما ساعدتك بتاخد بيحصل ارتفاع في ضغط الدم بيعاد تأسيس وشرايين والمنطقة اللي في المخ وفي القلب بتعاد بشكل مباشر علشان تنظم العملية الدورة الدموية داخل المخ وداخل القلب ربنا ما بيسيبش حد نقوم احنا نيجي نتدخل بجهل مننا ان احنا نعمل الغلط وده طبعا اكبر غلط ليه اولا الاوتروجليشان ده انت ضيعته يعني ادي مدتش للمخ والقلب الفرصة انه هما يزبطوا الضغط ويعالجوه صح بالطرق ممتازة تاني حاجة لازم نفرق ما بين الضغط العالي ايرجنسي يعني لازم نتدخل بس بهدوء والضغط الاميرجنسي اللي هو الضغط الطوارئ والضغط اللي يود العيان في مصيبة سودة الايرجنسي انت رايح عادي على عندك صداع المشكلة انا والله بيوتر العيان الناس اللي حواليه وبجهل مش بعلم بيدخل المريض الطوارئ عليها الطوارئ وتبص تلاقيه متوتر وجاي وعاعد بقى الناس اللي حواليه والضغط العالي والضغط ينفجر وتلاقي خصوصا لو مراته معاه وموترة الدنيا او بيتوصله بقى بسك ما تسمعش الكلام اصلا بتدخل اصلا بتعمل وزي اللي بيكون مسلا بيطالع في الروح وراجل يقول له اشهده فيقول له لا مش قايل ويموت على كده يا جماعة الموضوع بسيط لازم نبقى هاديين دي رقم واحد ونسيب التكاتر هتشتغل حتة القرص اللي تحت اللسان دي انا عارف انه مش مسئوليتك كمريض بس انت لو جبت دكتور بيفهم او رحت لدكتور قلبه متخصص او دكتور يكون بطنه شاطر هتنقذ نفسك الطوارئ الحاجة الطرقة اللي هو واحد في حدثة واحد بينزف واحد بيعمل بالليل لو انت جايلك الموضوع والايته عالي اولا ممكن اياس الضغط اللي انت بتقيسه غالبا غلط انا عشان اياس الضغط قعدت سنين طويلة عشان اعرف اياس الضغط الصح حتة الصيدلية انا رحت الصيدلية وقال لي ده انت ضغطك متين قل له انت حرام عليك تقسل الضغط يا جماعة ما تساعدوش ده واقف كده في الشارع واحط ايدي كده وانا راجع ده انا بقول لبتاع لبيس الضغط قعد برا ربع ساعة او تلت ساعة او نص ساعة وما تكونش مشارب سجال مشارب حاجة تتعلي الضغط وما تكونش متوتر وتدخل عندي أبقى قاعد على الكرسي وحط إيدي على المكتب وأبدأ إيس الضغط وأشوف الإيريات بتاعته وكده لو أنا ضربت لكم مثلا في حاجة اسمها متوسط ارتفاع ضغط الشريان أو ضغط الدم حاجة لو إحنا ضربنا الديستون مش بيبقى الضغط انت رايح المستشفى 180 على 120 المية وعشرين دي أو المية وعشرة لو أنت ضربتها في 2 بقت 220 وتجمع عليها المية وثمانين وهتقسمهم على 3 معادلة كده أكتبها لكم هتلاقي فرق الضغط بقى 130 الطبيعي من 70 إلى 100 من 70 إلى 100 جسمك جسمك بيبدأ يشتغل مظبوط ويبدأ يعمل حاجة دي زاد وإنت زودته فبيحصل في الدم ولما بتيجي تعمل تنظيم الدورة الدموية من جديد أنت بتديله حباية تحت اللسان بتنزله مرة واحدة بتخليه بقى أنا عايزة نزله لتتخيله أنا عايزة نزل الضغط 15% أو 20% من قيمته يعني لو 200 وبنزل للعشرين يعني أنا عايزة خليه 170-160 لكن أنا مش عايزة خليه 120 في أول كم ساعة دي جريمة يا جماعة ساعة دود دكاترة والدكاترة هتساعدكم أنت مش مطلوب منها غير أنك أخذ أرس أرس دواء وتروح لكن المشكلة اللي بيحصل اديله إبرة يا دكتور تعطيبه إزاي كده يمشي والصداع اللي عنده عالج الأعراض خد حباية للصداع خد بنادول لكن ما تخدش دواء ينزل لك الضغط بسرعة زي الطيارة يا جماعة اللاندينج اللاندينج بينزل بالتدريج فلما ييجي أنا هتقولي طب أنا أعمل إيه وأنا مش دكتور وأنا وأنا خد حباية الدواء بتاعتك طالما مش مأثر على العين طالما مش مأثر على الكلا طالما مش مأثر على القلب طالما صوتك مش مفش في مشاكل وده بيبان لو عمل لو روحت للدكتور متخصص أنا مقتنع أن الطوارئ دلوقتي بقتش تنفع لأنك أنت تروح الطوارئ بالليل وللأسف شديد حالات الحوادث والحاجات دي الدكاترة ما هيش فاضية فبتروح للدكتور ممكن يبقى لسه صغير بس المفروض أنا في رأيي أن المفروض ده يعمم على مستوى العالم يا جماعة هو أصلا لو حتطلوكوا البيبرز اللي قالت الكلام ده يقول لي في دي ايه اعتبروها خلاص يعني ما لهاش أي فايدة بالعكس هتضرك فأنت بتروح جاي واخد طالما ما ما فيش تأثير على الحاجات دي المفروض بتروح للدكتور بيفحص قاع العين بيشوف الفاندس اكزاميليشن ده مهم جدا ما عندكش مشاكل في العين ما عندكش مشاكل في الرؤية لكن لو بتدى لسانك يتقل اللي بتدى يعمل اقول لك ده امرجنسي امرجنسي هتدخل المستشفى وتاخد حاجات عن طريق الوريد والحاجات دي بنزلها بالتدريج يعني احنا حساعات مثلا في العناية المركزة بنعلق الترايديل والحاجات اللي هي نيترو جليسيزي وحاجات دي عشان ننزل بالتدريج لان مش مطلوب ان انا ننزل بسرعة دي كارثة عشان ننزل ضغط الدم سريع دي كارثة يا جماعة فبعد ما بوصل كده المية وخمسين او مية وستين اقول له طيب اثبت بقى شوية قالل خالص بالتدريج ولها فن في النزول علشان ما سببش مشاكل للمريض ويدخل العناية المركزة لكن المجرد ان المريض داخل مجرد بس انه قاس الضغط الاعالي في الصيدلية او في البيت وعمل توطر ولازم ناخدك على المستشفى دلوقتي ولازم تعمل دلوقتي هيوطرك وانت اللي هتضر نفسك لانك انت بتضر انك انت بتدخل على الدكتور في شب مشاكل وطب خد الحباء دي وكل شوية تسأل الضغط كام ريلاكس خالص ريلاكس مش مطلوب منك ابدا اي حاجة من دي نهائي انا عايز تهدى عايز تهدى خالص وبعدين الدكتور عارف كويس جدا هو بيعمل ايه الدكتور فاهم هو بيعمل ايه يبقى احنا لنا دور والدكتور عليه دور والتوعية الصحية والتعليم المستمر للأطباء مهم جدا فالرجاء يعني انا بقول لكم ان احنا لازم نبقى عندنا تفرقة ما بين الحاجة الضغط اللي هو مثلا فجأة الضغط عيلي ولقيت ايديك ورجليك تقلو جامد ولسانك مش قادر تتكلم او قلم في صدرك وعرق وما انتش قادر تعمل هو ده اللي لازم تروح المستشفى وتكشف وتدخل العينية المركزة كمان لو لازم الامر لكن مجرد ان انت عندك الضغط عيلي شوية وبقى مية وتمينية المعشرين وتجري وتعمل لا بالعكس خالص استشير طبيبك بالتليفون دايما يبقى معاكو رقم تليفون الدكتور والتابع وتكلمه او انت بتاخد حبيت الضغط اذا كنت تنسيتها او اذا حتى الدكتور قالك في الوقت ده ممكن تزود حبيتها لحسب الحالة بتاعتك طبعا مع متابعة مع طبيبك ودايما ما ننفزعش من اياس الضغط لان انت غريبا بتقيس الضغط غلط وانا اعتمد على الجهزة الالكترونية ولما اروح مكان اخلي الدكتور هو اللي اسهولي يكون دكتور بطنة مش دكتور جراحة لان ده كاترة الدكاترة التانية مش هتقيس الضغط زي دكتور بطنة او دكتور قلب لان المشكلة حتى مش عايز اقول يعني انا عايز اقولكو يا جماعة بيبقى يعني انا كنت اروح مستشفى ابصة لاقي انا كنت اخد معايا جهاز الضغط والسماعة بتوعي لان جهاز الضغط اللي في معظم الاماكن تصدقوني بتبقاش مظبوطة ولا للسماعة اصلا تنفع اساسا انك انت تسمع بيها فانا كنت اجيب سماعة كانت غالية جدا وكانت كل اللي شوف ايه عم السماعة دي سماعة كده كارديولوجي وبتسمع بيها ومهمة جدا فانا انا ضد حتة انك تقيس ضغط في صيدلية ضد انك انت تقيس الضغط في اي مكان كده وخلاص وانت متوتر وانت معصبي لانك انت لو هديت شوية الضغط هينزل الضغط بتاعك هينزل ما تحطش حاجة تحت اللسان خد حباية الضغط على انترية الفم ليه تحطها تحت اللسان تحت اللسان هينزل بسرعة حباية الضغط ايا كان حتى لو هو عايز يدلك يقول لك خد دي تحت اللسان ابلع اما يعني هو انا قلت ده الصح اللي بقولوك عليه وهو ده النتيجة اللي انا اتمنى اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يبقى عندكم وعي وتثقيف بحيث تقدروا تنقشه الدكتور صدقوني لما بيلاقوا المريض مثقف بيهتمي بيه جدا وفي نفس الوقت بيعمله الف حساب كل ما تكون مثقف كل ما الدكتور هيفهم ويوزن كل كلمة بيقولها لك لان عارف قصاد واحد بقى مثقف وده المطلوب منكم ثقافة المرض نفسه لان ده حاجة مزمنة معانا ارجو ان يكون الفيديو ده فاتكم ويكون ردنا على جزء من الاسئلة بتاعكم في الموضوع الضغط وعلاج الضغط والضغط في الطوارئ ونعمل ايه ونفرق ما بين الضغط الاميرجنسي والارجنسي الارجنسي هو مجرد تدخل عادي عن طريق الفم وتروح بيتك ومش محتاج تدخل مستشفى الاميرجنسي اللي هو الطوارئ اللي هتدخل فيه مستشفى ممكن تدخل اي سي او لو لقينا فيه اند ارجان دامج يعني فيه تأثير على الكلة تأثير على العين تأثير على المخ وده بيبان حتى تلاقي ألم وتنميل ودرعك تعبان ولسانك الكلام فيه مشكلة وتلاقي فيه العين مش مظبوطة وتلاقي القلم في السدر تلاقي زلال في البول حاجات من دي كلها سهلة طبيب ان هو بيكتشفها ارجو ان احنا نساعد الاطباء وفي نفس الوقت نحافظ على نفسنا ونسقف نفسنا ونقرأ اللي نقدر نعمله هيفيدنا لو انت اب او ام ما بتقراش او كده عندك ابنك يقرأ ليك عشان خطرك والدور على الابن والدور عليك كله لازم يتسقف لان دي بقى نمط حياة اشكركم واتمنى لكم الصحة والعافية شكرا لكم وشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله